ارتقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني مالك المملكة الأردنية الشقيقة وذلك بحضور عدو المجلس مجلس القيادة اللواء عيدروس قاسم زبيدي وولي عهد الأردن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين ومسجدات الأوضاع اليمنية بما في ذلك جهود الوساطة الحميدة للأشقى في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من أجل تجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة وفي اللقاء أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم شكره وتقديره للأردن ملكا وحكومة وشعبا على مواقفهم المشرفة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتطلعاته في سعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام وأثناء الرئيس على تسهيلات الأردنية للمقيمين والوافدين اليمنيين معربا عن ثقته بأن تشهد العلاقات الثنائية مزيدا من التطور والنما في مختلف المجالات من جانبه جدد جلالة الملك عبدالله الثاني حرص المملكة الأردنية للشقيقة على دعم بلادنا ومؤسساته الوطنية وانفتاحه على كافة المبادرات والدعم المطلوب لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك كما حضرها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي